السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والاهلي يصحق اسوان بثلاثية مع الرأفة بهترك حسين الشحات اللي بصراحة يوم عن يوم بيثبت انه هو رجع تاني لفرمته اللي كان بيها في نادي العين الاماراتي رجع الشحات اللي الاهلي اشتراه فعلا علشان خاطر يبقى باك او عفوا وينج رايت اساسي كولر بيثبت يوم عن يوم انه هو المدير الفني المطلوب للنادي الاهلي تحديدا واحد يقول لي يا عمه والاهلي لسه خسران من الهلال في دوري ابطال افريقيا المطش اللي فات اقول له دي حاجة ودي حاجة ودي اول مواجهة لكولر في دوري ابطال افريقيا مع الاهلي والمطش التاني اللي هو ظروف غريبة جدا وكان الاهلي مش عارف يتضرب من جمهور الهلال وحصل عزيزاء على لعب الاهلي فما تحسبش المطش النتيجة فقط احسب ايه المعايير اللي موجودة واحسب ايه اللي جرى وايه اللي حصل وهل الاهلي كانت قدامه كل الاهليات متوفرة عشان يقدر يحقق الفوز ولا لقى هتلاقي ان الاهلي كان فيه تأثير برا الملعب اكتر من جوه الملعب خصوصا كمان من جمهور اللي جاي راحت مع اللعيبة في التدريب ورمع عليهم العاب نارية وهكذا كولر يثبت يوم عن يوم انه هو المدير الفني اللي قادر يوظف لعبت الاهلي صح هو اللي قادر يلعمل روتيشن في النادي الاهلي هو اللي قادر يرجع افشة تاني يجيب اهداف هو اللي قادر يخلي عبدالقادر يجيب اهداف هو اللي رجع كهربا ولعبه النهاردة اساسي بعد الناس ما كانت بتتكلم ان اخناقت شادي حسين وكهربا الاخيرة اللي ما حصلتش اصلا هي السبب في ان كولر بيستبعد كهربا ومش عايزه يلعب يلعب يعني معاه ومفكروش ابدا ان كهربا كان ناس كلها عارفة انه عنده نازد برد ودي اللي منعيته انه هو يلعب مع النادي الاهلي الفترة اللي فاتت وكهربا خف ورجع ولعب اساسي ومهاجم اساسي وكمان جاب جون النهاردة والناس اتفرجت على هاتريك اسستات حسين الشحات الهاتريك اللي مش بيتكرر كتير كاسستات في الدوري المصري للاعب وحي وطبعا حسين الشحات النهاردة خاد افضل اه لاعب في المباراة ورجل المباراة واتفرج كمان على كولر وبيدي الثقة المروان عطية وبيلعب جنب قدامهم قبشة سلاسي خط نص يعني من نار كان النهاردة موجود اتفرج على كولر وبيدي خالد عبدالفتاح الثقة وبيلعبه النهاردة وبيديله يعني اثبات ان انت موجود وتقدر تنافس وتقدر تعمل مجهود وكل ما تعمل مجهود اكتر هلعبك اساسي لما يلعب النهاردة بمحمد اشرف باك وشاب صغير اداله ثقة واداله ايضا اريحية في التعامل وفي اللعب لما وثق في محمد الشناوي اللي الناس كلها كانت بالطالب ان الشناوي يريح الشناوي ما يلعبش الشناوي هتولو حد لعب يعني لطفي او خلي لطفي او مصطفى شوبير ينفسوه ويخلوه يرجع تاني المستوى لعب النهاردة الشناوي ومرماء خالي تماما من الاهداف الشناوي كلينشيت النهاردة امام اسوان مباراة اكثر من رائعة شفنا برضو النهاردة كابتن خالد الغمدور اللي كان بيصخر يعني من كابتن ايمن الرمادي بيقولك فريرا قال لي ايمن الرمادي العب يعني العب زي ما بتلعب قدامي العب قد قدام الاهلي كده بيقولك بصراحة اسوان عامل ماتش العمر وتحس ان في الموضوع فيه يعني حاجة زي سخرية من كابتن ايمن الرمادي وشفنا كمان التقسيمة في الملعب من كولر وشفنا اللعيبة وهي عاملة مسلسات مع بعضها وشفنا ايضا يمكن ابرزهم كان احمد عبدالقادر ومحمد اشرف وبيميل عليهم ساعات اه يعني مروان عطية وساعات الناحية التانية ايميل اليو ديانج مع خرد عبدالفتاح وحسين الشاحات وبصراحة اسوان فريق اه جيد فريق اه قوي فريق لا يستهان به بالذات كمان في ارضه وسط جمهوره اه وشفنا كمان الجمهور الاسواني النهاردة اللي كان بيشجع الاهلي بكل اه قلب وبكل قوة شفنا كمان العمر فاروق عضو مجلس دارة النادي الاهلي اللي بيقولك ادي جمهور الاهلي الاصيل اللي مش محتاج مش عارف اطرات او اوتوبيسات شنخاطر يظهر او يتنقل موجود في كل مكان ماتش النهاردة جماعة يعني شفنا فيه رسائل كتيرة جدا 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 رسائل لمنتقدين كولر رسائل لمنتقدين كهرباء رسائل لمنتقدين الشاحات رسائل ايضا للناس اللي بتتكلم وبتقول كلام ملوش لازمة زي ان الاهلي الناس لما بيروح اي مكان غير مرحب به طبعا ده كلام بعيد كل البعد عن المنطق الاهلي بيكون مرحب به في كل مكان بيروحوا الاهلي فريق كبير فريق عظيم اه ما تستغربش ان انا لازم انتكوا بقول كده ولكن احقاقا للحق لازم نقول الحقيقة دايما لازم نقول ان الاهلي ليه شعبية كبيرة جدا لازم نقول ان اكبر شعبية في مصر يا شعبية النادي الاهلي فما جيش انا علشان خاطر بكره النادي الاهلي او حد تاني بكره النادي الاهلي يطلع يقول لك لا الاهلي شعبيته قليلة الاهلي غير مرحب به في البلدان وغير مرحب به في المحافظات لا طبعا الاهلي مرحب به في اي مكان وفي كل مكان هعايز بس اتكلم عن منتقدين كولر الناس اللي طلعت قطعت في كولر بعد ما خسر ثلاث مبارات متتالية وقال لك ان كولر ملوش في الدولي كولر مدير فني محلي دول نفس الناس اللي كان بيقول لك مسيماني ملوش في المحلي مسيماني ليه في الدولي كولر خسر مباراتين وارابعة ده في كاس العالم الأندية من ريال مدريد ومن فلمانجو البرازيلي وخسر من ريال السوداني دول تلات ماتشاط وارابعة في ناس طلعت ومحت سجل لكولر مع الأهلي اللي كان مفوش أي هزيمة لغاية ما خسر من ريال مدريد ونسيوا كل ده وركزوا فقط في أن كولر خسر تلات ماتشاط وناس تانية طلعة بتعمل بلبلة وتقول لك لا لا كولر مش هينفعنا في أفريقيا وإحنا عايزين أفريقيا لا يا جماعة احنا ممشي كولر يا جماعة يعني والناس اللي بتقول كده يعني هو في عقل في الكلام ولا الكلام بيطلع بدون عقل يعني لما أنت تيجي مدير فني لعب تقريبا تمانية وعشرين ماتش خسران ثلاث ماتشاط من تمانية وعشرين ماتش وتقول عايزة مشي هل لو أنت بتتكلم بيكون الكلام أنت بتقوله ده كلام عقلاني ولا غير عقلاني لأنه لو كلام عقلاني دي تبقى مشكلة عارف يعني ايه كسبان 24 ماتش يجي واحد يقول لك ايه يقول لك لا اما هو كسبان 24 ماتش روح بصه هو لعب مين لكن لما جاي العب في افريقيا وكسب العالم قندية معرفش يكسب معرفش يكسب مين معرفش يكسب ريال مدريد بطل العالم اكتر فرقة في العالم واخد ده دوري ابطال اوروبا انت بتهزر معرفش يكسب فلمينجو البرازيلي بطل دوري امريكا الجنوبية بطل يعني دوري ابطال امريكا الجنوبية وكان اصلا ضغط عليه لولا محمد شريف اللي كان جاب الجن التالي كان الموضوع خلص ما جابش التالي فتردت على الاهلي بعد كده والسيناريو اصلا كان الاهلي في معظم الماتش حتى في ريال مدريد اهلي كان بعمل هجمات على ريال مدريد قوية جدا خسر من النادل النادل السوداني خسر ليه ما تشوف الماتش مش ازاي شوف العب او بتتدرب والجمهور كان عمل لهم رعب وحدف عليهم العب نارية ومش عارف بعد الماتش الماتش ضرب بتلمجاري في القضاء بتاع التغيير اللبس والاداري بتاع الفريق الطبيب وش بحمل عبد المنعم بنجو والماتش كان بدون جمهوره وفيه جمهور راحه وواحد تاني راح ضرب علي لطفي وواحد اتخار مع محمد الشناوي وواحد راح ضرب بحمد فاتحي المفروض انا وسط الظروف دي كلها اكسب المفروض انا في وسط الحاجات دي كلها اكسب فما ينفعش يا جماعة نمحي سجل كولر مع النادي الاهلي علشان خاطر تلات مباريات انا بتكلم بما يرضي اللامع مدير فني مدير فني متميز جدا مدير فني بيعرف يحفز اللعيبة مدير فني بيعرف يخرج من اللعيب اخره مدير فني بيعرف اكتشف للعيب اكتر مما كان في الملعب مدير فني بيعرف يعمل روتيشن مدير فني مدير فني عدد كل الحاجات اللي بيقدر يعملها الكودر لدينا نكون منصفين نكون حقانيين نكون عندنا عدل في الحكم على المدير الفني وندي او نعطي كلها دي حق الحقه زي الناس اللي تريعوا على موسيماني وكانوا بيقللهم المسيماني ومسيماني ماشي من الاهلي ومعاه تمنى وانا تسع بطولات منهم اتنين دورة ابطال افريقيا ولا بعض واتنين برونزية ولا بعض يعمل ايه تاني? مفروض مسيماني يعمل ايه تاني? عشان خسر دوري خلاص مسيماني بقى وحش? ما ينفعش يا جماعة كده والله. والله ما ينفع. يعني اه نتمنى التوفيق لكل الفرق المصرية بازن الله اللي مشاركة في البطولات الافريقية يا رب ان شاء الله. واتمنى لو وصلت معنا الاخر الفيديو وانساش تعمل الاشتراك في قناة الفيسبوك وفي اليوتيوب وتفعل الجرس تعمل لايك وتعمل شير.